إن حط الخطايا في الصلاة عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أخبروني أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء يغتسل في اليوم من نهر جاري متجدد خمس مرات هل يبقى من درنه أي وسخه وما يستقذر منه هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا فالصلوات الخمس تمحو الخطايا والذنوب وتكفر السيئات شكرا